زيارة وزير المالية العراقية علي عبدالأمير علاوي إلى المملكة العربية السعودية الكثير من ردود الأفعال وخصوصا من جانب القوى القريبة من إيران وبحسب تقرير عدته صحيفة العرب اللندنية فإن إيران تتجه إلى الضغط إعلاميا وسياسيا على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي شرعت بالفعل في تحسين علاقات العراق مع السعودية إلا أن ذلك لم يرق لإيران المتخوفة من تمتين العلاقات مع السعودية فأطلقت أذرعها ومجساتها الإعلامية والسياسية في العراق لنشرها البيانات والتصريحات بالوقوف ضد زيارة وزير المالية العراقي إلى السعودية وبقية دول الخليج إذ اتهم زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي السعودية بالسبب وراء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق نتيجة تخفيضها أسعار النفط كما وجهت كتلة صادقون وعلى لسان النائب عنها حسن سالم انتقادا شديدا لهجة إلى الكاظمي أزاء إيفاد وزير المالية علي علاوي إلى السعودية واصفا زيارته بالموقف المذل والمخزي فيما تجري قوى سياسية عراقية منذ أيام حراكا واسعا يستهدف التحشيد داخل البرلمان لفتح ملف الانتحارين من الجنسية السعودية وغيرها من الجنسيات الذين قدموا إلى العراق بعد عام 2003 ونفذوا عمليات إرهابية تسببت بمقتل أكثر من 100 ألف عراقي وأن هذا التحرك النيابي سيعقبه إجراء آخر للتحرك دوليا في الملف نفسه لإلزام الرياض بدفع تعويضات مالية لدوي الضحايا من العراقيين وتمخطت زيارة علاوي إلى السعودية بالاتفاق على تطوير سوق الطاقة إضافة إلى الاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المتجددة والتقليدية في العراق بالنظر لأن الجانب الإيراني عليه عقوبات أمريكية والحكومة لا تريد المرور بحرج مع الولايات المتحدة كما حصل مع حكومة عادل عبد المهدي الذي ذهب مع الجانب الإيراني وترك كل الدول الأخرى ويرى سياسيون ومراقبون أن الكاظم يسعى إلى خلق توازن في العلاقات مع دول الجوار وغيرها والعمل على عدم احتساب العراق على هذا المحور أو ذاك إلا أن هذه الخطوة لن تتكلل بالنجاح بالنظر لوجود من لا يروق له هكذا توجه بحسب المراقبين